وفي مقال نشرته صحيفة الوطن للكاتبامون المطوع بعنوان قرار مقاطعة قطر قطع جذور المشاريع الارهابية أكدت من خلاله أن دول المقاطعة منحت نظام قطر العديد من الفرص لإعادته إلى رجده إلا أن النظام تمسك بسياسة التعنت هل كان قرار مقاطعة نظام قطر قرارا صائبا أو خاطئا؟ ثلاثة أعوام مرت على قرار مقاطعة قطر من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ولا يمكن أنكار أن هناك نقلة نوعية كبيرة وتغيرات ملاحظة في مرحلة ما قبل المقاطعة وما بعدها ونود هنا أن نؤكد على حقيقة هامة وهي أن دول المقاطعة لم تقفز مباشرة إلى قرار المقاطعة بل منحت نظام قطر العديد من الفرص لإعادته إلى رشده والدليل اتفاقية الرياض التي لم يتم الالتزام ببنودها والتي جاءت لأجل إلزام نظام قطر بالتراجع عن سياسته التدميرية في المنطقة مقابل الحفاظ على وحدة دول الخليج العربي لكن التعنت القطري أوصلهم لمبدأ آخر وهو العلاج بالكي ونؤكد هنا أيضا أن قرار المقاطعة بالأصل يعتبر لدينا كشعوب عانت من ويلات الإرهاب المدعوم بالمال القطري قرارا تاريخيا يكتب بماء من ذهب فهو قرار حكيم اتخذ في الوقت المناسب بعد سلسلة عمليات إرهابية خطيرة وانتشارا للعصابات الإرهابية التي تتدرب في إيران ويمولها المال القطري حيث جاء لأجل حقن دماء شعوب المنطقة وقطع الحبل السري بين نظام قطر والعصابات الإرهابية المتطرفة التي كانت تقوم بتفجيرات مستمرة لم تسلم منها حتى بيوت الله وكانت الجرائم التي تتم لقتل الأبرياء نراها بشكل شبه إسبوعي في كل من وطني مملكة البحرين إضافة إلى السعودية كما كانت هناك استهدافات ومحاولات مستمرة لاختراق الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قرار المقاطعة كما نقول دائما يختص بنظام قطر وحده وقلناها كثيرا عندما كان يصف البعض المقاطعة بالأزمة الخليجية نعارضهم ونؤكد أن مسماها الأصح الأزمة القطرية وتتعلق بالسياسة القطرية التي يتبعها نظام قطر لا شعب قطر الذي كثير من أحراره دفع ثمن معارضته لاستبدال هويته الخليجية والعربية المقاطعة هزت قطر داخليا وخارجيا وضربت كل جذورها الممتدة في أوطاننا العربية وجعلتها تنكمش وتتراجع وهذا كان في صالح دول المقاطعة إن المقاطعة كانت مثل حد السيف الذي قطع جذور مشاريع الإرهاب وضربها في الصميم بالأصل هي أفضل نموذج فعال من المفترض أن يقدم دوليا في الحرب على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر